اشتركوا في القناة وشددت المصادر نفسها على أن فاليرين إسماعيل مدرب واتفورد يفضل عليه زميله جاك ليفرمور الذي يقدم مستويات جيدة مبرزة أن هذا المعطى كان سبباً في جلوس اللاعب المغربي على كرسي الاحتياط وأشارت التقارير إلى أن إذا لم يثبت لوزا قيمته في الأشهر المقبلة فمصير اللاعب المغربي سيكون مغادرة الفريق في الماركاتو الشتوي بالخصوص تجدر الإشارة إلى أن لوزا كان لاعباً أساسياً في بداية الموسم مع واتفورد حيث لاعب بشكل رسمي خلال 11 مباراة لكن تغير الوضع خلال الجولات الست الأخيرة سجل الدولي المغربي طارق تيسودالي مهاجم فريق جينة البلجيكي لكرة القدم ثنائية في المواجهة التي جمعت فريقه بمضيفه جينك اليوم الأحد في الجولة 16 من الدور البلجيكي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة المهاجم المغربي تيسودالي افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 2 عار وآضع عن الضيوف في المقدمة قبل أن يعود أصحاب الأرض بقوة بتسجيل هدفين والتقدم في النتيجة وفي الوقت الذي كانت المواجهة تتجه لنهايتها بفوز جينك ظهر تيسودالي بالثوب المنقذ مسجلا الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه ليمنحه تعادلا ثمينا في آخر أنفاس المواجهة ورفع تيسودالي رصيده من الأهداف إلى أحتر عصر هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مقابل 6 تمريرات حاسمة من أصل 26 مباراة خاضها لحد الآن مع جينت يشار إلى أن تيسودالي غاب طويلا عن الميادين بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها العام الماضي وحرمته من المشاركة مع أسود الأطلس في مونديال قطر 2222 خطف النجم المغربي عز الدين أوناحي الأنظار بالهدف الذي سجله في مباراة أولمبيك مارسيليا ورين اليوم الأحد لحساب الجولة الأربعة عشر من الدوري الفرنسي وتمكن أوناحي من تسجيل هدف أولمبيك مارسيليا الثاني في المباراة عند الدقيقة 65 بمجهود فردي مسكن الكرة في مرمى فريق رين وكان حارث قد تمكن بدوره من التسجيل بيد أنه لم يتم احتساب الهدف في تألق مغربي ملفت لللاعبين بالمباراة ويحاول أوناحي استعادة مكانته بأولمبيك مارسيليا بعد فترة الفراغ التي عاشها عقب عودته من الإصابة التي أبعدت لأسابيع عن الميادين أسهم الدولي المغربي إسماعيل صيباري في فوز آيندهوفن على مضيفه وملاحقه المباشر فينورد بهدفين مقابل هدف واحد اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدور الهولندي الممتاز لكرة القدم وجاءت كل أهداف المباراة في الشوط الثاني حيث تقدم آيندهوفن بهدفين عن طريق إسماعيل صيباري وأوليفيه بوسكالي في الدقيقتين 65 و 68 ثم رد سانتياغو خيمينيز بهدف الفينورد في الدقيقة 89 وبعد هدفه في شباك آيندهوفن رفع الدولي المغربي صيباري رصيده في جدول ترتيب هدفي الاردفيزي إلى ثلاثة أهداف الفوز رفع رصيد آيندهوفن في الصدارة إلى 48 نقطة بفارق عشر نقاط عن فينورد الوصيف تجدر الإشارة إلى أن صيباري كان قد زار شباكة إشبيلية الأربعاء الماضي ضمن مباريات المجموعة الثانية من دور أبطال أوروبا في لقاء انتهى بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح آيندهوفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر